ومعك إبراهيم يعني أبرز التفاعلات الدولية والغربية بعد إعلان هذه الهدنة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل نعم أحمد نبدأ بردود الفعل الرسمية الفلسطينية منذ البدء بوقف إطلاق النار والإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية رئاسة الفلسطينية وأصدرت بيان على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رحب بالجهود المصرية وقرار وقف إطلاق النار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في جلسة الحكومة الأسبعية قال بأن الحكومة ستخصص اجتماعها اليوم لبحث داعيات العدوان على قطاع غزة وقال بأن جلسة لمجلس الأمن ستعقد اليوم هي جلسة مغلقة بطلب من فلسطين والمجموعة العربية لبحث داعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأيضا تمنى أن يخرج من مجلس الأمن قرارات لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين سواء الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك أو العمليات العسكرية التي تشنها في الضفة الغربية بين الحين والآخر وأيضا ما جرى في قطاع غزة الاتحاد الأوروبي وممثليات الاتحاد الأوروبي التي تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية أصدرت بيان ورحبت بحالة الهدوء التي تعود إلى قطاع غزة وطالبت بفتح تحقيق في ظل وجود ضحايا من المدنيين الفلسطينيين ردود الفعل ربما تتوالى سواء كان على الصعيد الشعبي أيضا الذي رحب بقرار وقف اطلاق النار هنا في الضفة الغربية أحمد لسيما مع ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين والأطفال ربما بنود الاتفاق وأن كانت لم تحسن بشكل نهائي قضية الأسيرين خليل العواود وبسام السعدي لكن بالنسبة للفلسطينيين هنا في الضفة الغربية وعموم الفلسطينيين بما أنها تضمنت الحديث عن أسرى فلسطينيين وفي الضفة الغربية ربما هذا بالنسبة لهم شيء إيجابي خصوصا وأن الأسير عواود مضرب منذ 150 يوما عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري ميدانيا أحمد ربما انتهت العملية العسكرية في قطاع غزة لكن في الضفة الغربية شن جيش الاحتلال حملة مدهمات واعتقالات طالت أكثر من 12 مواطنا فلسطينيين كما أنه نفذ عملية هدم لمنزلين في بلدة رمانة بالقرب من مدينة جنين لأسيرين فلسطينيين يتهمهم لاحتلال بالوقوف خلف عملية طعن أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين في مايو الماضي